مازالت أوروبا تتبع سياسة العقوبات على النظام السوري وتوسعت حتى وصلت إلى أشخاص وكيانات متهمة بدعم النظام هذه المرة أعلن المجلس الأوروبي إدراج ثمانية من رجال الأعمال فضلا عن مؤسستين سوريتين وضمتهم إلى قائمة العقوبات التي تستهدف النظام السوري ودعمه منذ بدء العقوبات الأوروبية فإنها بلغت حتى الآن 277 شخصا وواحدا وسبعين كيانة حيث يتم بموجب هذه العقوبات تجميد أصول المستهدفين وحضر السفرهم وبحسب بيان المجلس الأوروبي فإن أنشطة المستهدفين بالعقوبات كانت كلها تستثمر بصالح النظام وشملت مشاريع أقيمت على أراضي النازحين بعد قيامهم بمصادرتها وتضمينها لصالحهم العقاري وفي البيان نفسه استحضر المجلس الأوروبي موصلته فرض حضره على النفط والقيود المفروضة على استثمارات معينة وكذلك تجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا يقول بيان المجلس أن شخصيات الثماني التي تم إدراجها تعمل جميعا لخدمة النظام ومن بينهم عامر فوز وعاد الأنور العلبي وعبد القادر صبرة وساقر رستم وأضافت أن الكيانين المدرجين في سلم العقوبات هي شركة قاطرجي وشركة دمشق الشام القابضة إنها عقوبات تندرج في إطار السياسات الردعية التي تهدف إلى إضعاف النظام من الناحية الاقتصادية فهل حققت هذه العقوبات أهدافها في الاتجاهات التي تريدها وإلى أي مدى نجحت هذه العقوبات في تغيير سلوك النظام